يسأل أخونا شيخ صالح عن دعاء القنوط هل هو في صلاة الفجر فقط أم في كل صلاة جزاكم الله خيرا القنوط دعاء القنوط إنما يكون في الوتر حينما يقوم الإنسان من الركوع في ركعة الوتر فإنه يستحب له أن يدعو بدعاء القنوط من غير مداومة بل يتركه بعض الأحيان أما القنوط في الفرائض فإنه لا يشرعن عند النوازل عند جمهور أهل العز حينما تنزل بالمسلمين نازلة مثل مداهمة عدو وأن يجتاح بلادهم أو يحصل من العدو إضرارا لبعض المسلمين فإن المسلمين يقنفون ويدعون الله سبحانه وتعالى كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فقد قنت في صلاة الفجر ودعا على قوم من المسلكين وقنت صلى الله عليه وسلم ودعا للمستضعفين والمسلمين الذين يضايقهم الكفار فإذا حصل مثل هذا فإنه يستحب المسلمين أن يقنفوا في صلاة الفجر بل إن بعض العلماء يقول في جميع الفرائر ويقول هذا بإذن الإمام إذا ألن فيه إمام المسلمين فعلوه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو المشروع أما المداومة على القنوط في صلاة الفجر فهذا إنما ذهب إليه بعض الأئمة كالإمام الشافع رحمه الله ولكن الجمهور على خلافه والصواب ما ذهب إليه الجمهور لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يداوم عليه وإنما فعله عند النواد فذلك خلفاؤه الراشدون لم يذكر عنهم أنهم كانوا يقنفون في صلاة الفجر فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين والمهنين من بعد ولما سئل بعض الصحابة عن القنوط في صلاة الفجر أخبر أنه محدث أنه أمر محدث والمحدث لا شك أنه غير مشروع جزاكم الله خيرا وحسنا إليكم